اشتركوا في القناة اولا فيما يتعلق بالخاطب الثاني فانه لا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب ثانيا اذا حدث وتقدم للمرأة اكثر من خاطب لكون الثاني مثلا لم يعلم بالاول او لغير ذلك من الاسباب فلا حرج على المرأة من اختيار الافضل لها وان كان هو الثاني وقد صح في السنة ان معاوية وابا جهم خطب فاطمة بن تقيس رضي الله عنهم فلما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم اوصاها بالزواج من ثالث وهو اسامة بن زيد رضي الله عنه فقد روى مسلم عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك اي فقير لا مال له انتحي اسامة بن زيد فلا حرج عليك من قبول الثاني ورفض الاول على ان يكون الاختيار مبنيا على معايير شرعية والله اعلم اشتركوا في القناة